كلام صريح كلام صريح جدا على ذكر هادي هقول هقول ولا هقول هقول أنا ولا تقول أنت لا ما تقول طيب أخبار هادي ابنك كويس كويس الحمد لله الحمد لله تظلم ما ممشي من ندي الأهلي لا بغير كلامك ليه ليه أنا طيب شقولت تظلم لما مشي لا 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 مش قلت ابنك ضحاية مجملات لا لا ما قلتش الكلام ده خلي بالك يمشى أو يقعد ده قرار قرار مدرب وقرار مسؤولية ما قدرش أدخل فيه أنا قلت أتمنى أنا كان ياخد فرصة بس لأنه قعد أربع سنين في النقادي فكان يكمل مستوى كان يقهله يقعد اه طبعا في مدربين ظلموا ده اللي أنا قلت مين الظلم لأ في المدربين كانوا مسكينوا مين ياسر محمدين ظلموا تامر حفن ظلموا الناس اللي مسكتوا في النادي الأهل ما الاتنين صحابك ايه ما الاتنين صحابك صحابي وقرار مم ومع دي مم كنا فيهاش صحبي وصحبك واسطى وخلي بالك أنا ده موصلوا الهادي كويس هتلعب وهتكمل وهتبقى كويس هو دلوقتي الحمد والله ربنا كرمه في النادي زد وماشي كويس جداً بياخد شغل وبتمرن وعنده هدف إن شاء الله إن هو العبد الرجاولي مم ابنك ما يستحقش اللي يكون موجود في النادي الأهلي أو لا؟ لا طالما ميشي من هذا الأهلي يبقى ما يستحقش إن هو يكون موجود هناك طب ليه هجمت خالب بيبو زعلتهم؟ أنا هجمت أنا ما هجمتش أنا أقول إن كان المفروض أو أتمنى إن هو ياخد فرصة بس يكمل بتصالحت إنت أخرب بيبو ولا؟ أوقت عن ناشئين أول المنتخبات؟ صعب الصعب السؤال ده ما تواجهه للمسؤولين أم وأنت تواجهه ليه ليه؟ أنا أوجهه لك أنت عندك رد ليه؟ ليه ما عندش رد؟ أسألهم ليه؟ أسألهم ليه؟ تاريخك مش كافي الكبير اللي أنت عملت لا كافي عندي موضوع حلو تاريخ حلو تاريخ مشرف منتخب ونادي الأهلي واحتراف وأحسن العيد في أفريقيا ماريتين اتنين وعندي موضوع عندي سيفي كويس بس طبعاً أنت عندك بقى شغل في مصر بيحتاج